بسم الله الرحمن الرحيم الله نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ازايكم حبيبي متابعين حوا عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال بامر الله ازاي ما انتو شايفين كده معانا ان شاء الله النهاردة فيديو بديد اه فيديو سهل وبسيط اه هنعمل مع بعض كده اه كيكاية كيكاية من ابسط الكيكاية سهلة جدا جدا ومن احب والاز الكيكاية في نفس الوقت اه هنعمل مع بعض كيكة البرتقان مش معقول طبعا تعبدي الشتاء من غير ما نعمل كيكة البرتقان مع بعض وخاصة انه دوات موسم البرتقان وموسم اليوسفي اه يعني متوفر بكسرة فلازم نعمل كيكاية مفيدة ومغزية منه ايه لكل افراد البيت طبعا تمام كده تعالوا الاول مع بعض بقى نشوف الكيكاية بتاعتنا مكونتها هتكون ايه وايه مكون بتاعنا السحري اللي بنحطه دايما في الاخر وفي نهاية الكيكاية كده بعد ما بنخلصها ونزبطها بيزبط لك الكيكا مية في المية ان شاء الله مش بيخليها تهبط مش بيغير لونها بيديها كمان هشاشة كده وقوام جميل هنتبع مع بعض الخطوات واحدة واحدة وهنشوف المكونات كلها اسناء الفيديو تعالوا بقى بينا نقول المكونات بتاعتنا يلا بقى كده وقبل ما ابدأ واقول المكونات عايزة طبعا منك يا حبيبتي فضلا وليس امرا انك انت تدعميني باللايك للفيديو لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو بيخليه تشاف اكبر عدد من المشاهدين وطبعا ياريت اذا امكن لايك وشير وسبسكرايب تعملي مشاركة للفيديو علشان اصحابك ومعارفك والكل يستفاد وان كلنا نفيد مع بعض بإذن الله تعالوا بقى على المكونات اول حاجة هنا طبعا انا معي دوت مكون اساسي بطبعا اللي هو لانك كيتنا كيك برطؤون فمعي البشر البرطؤون تمام كده البشر دوت زي ما انت شايفة كده تغدي البشر الاسفر بتاع البرطؤون ما تغديش متروحيش ناحية الاشر الابيض لان الاشر الابيض بتاع البرطؤونة بيبقى فيه مرارة فممكن مهما تحطي في السكر يخليك الكيك امرارة برضو بتدي طعمة مرارة كده في القطمة بتاعت ايه الكيكاي يبقى ده معلقة كده معلقة واحدة بس كبيرة من الاكل للكيكاية بتاعتنا من البشر البرتقان نص كباية زيت طبعا زي ما احنا متعودين الزيت بتاعنا لازم يكون زيت نضيف نوعية كويسة علشان ما يديكيش ريحة كده وطعمه مش مستحب في الكيكا بتاعتك برضو معايا هنا كباية من السكر لازم السكر بتاعنا زي ما قلنا من عوامل اللي بتساعد ان الكيكا بتاعتك تكون فتحة كده ولونها ما بيغيرش ومتكونش ديكي لون كاتم اللي هو ايه السكر وكمان تاني حاجة اللي هو خميرة الحلويات او البكينج باودر اللي انت بتستخدميه لازم يكون برضو نوع كويس وما يكونش مركون عندك بقاله فترة علشان ما يغمقلكيش او يسودك الكيكا بتاعتك يبقى معايا كباية من السكر تمام معايا كمان هنا كباية من عصير البرتقان عصرته طبعا في الخلاط وصفيته وكمان انا حط عليه زي ما انتوا شايفين لو بصوا تلاحظوا كده على الوش بتاعه اهو هتلاحظوا فيه ايه بشر برتقان انا حط عليه بشر برتقان خفيف تمام كده معايا كمان اربع حبات من البيت البيت لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة زي ما احنا متعودين في اي كيكاية درجة حرارة الغرفة البيت دوت اه اربعة انا عاملة اربعة لان الحبات بتاعتي صغيرة تمام لو البيت بتاعك الحبات كبيرة يبقى هتكتفي بتلت بضوت بس تلاتة بس لكن هنا زي ما انتوا شايفين الحبة صغيرة عشان كده انا حطة اربعة معايا كمان هنا ايه معايا في البولة دوت تلت كبيات من الديق بنفس الكبية المعيارية ديت تمام بنفس الكبية اللي انا معايرة بها السكر تلت كبيات من الديق نخليهم كده مرتين زي ما انتوا شايفين نخلتوهم في البولة مرتين وعليهم زرة صغيرة من الملح خلاص كده يبقى دي كده ايه جزء من المكونات بتاعتنا طبعا دي مش المكونات كلها زي ما قلت لان احنا هنمشي واحدة واحدة مع بعض هنعمل ايه بقى الكيكاية بتاعتنا ديت لمضرب يدوي ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجة طبعا الخلاط والله الحمد طبعا بيوتنا كلها فيها الخلاط فاحنا هنعملها في الخلاط عشان كده بقولك كيكاية من اسهل الكيكات اللي ممكن تعمليها هجيب بقى الخلاط بتاعي ونبدأ نشتغل مع بعض واحدة واحدة نشوف ايه اللي هيتحط الاول وايه اللي هيتحط بعديه ونشتغل في الكيكا بتاعتنا تعالوا بقى جيبنا ايه الخلاط بتاعنا تعالوا نضيف الاول هنبدأ نحط الحاجة ايه اللي هنحطه اول باول علشان الكيكا تطلع مزبوطة معنا اول حاجة هننزل بايه هحط البيت بتاعي كده هم هحط البيت في الخلاط بسم الله اربع بيضات بتاعتنا زي ما قلنا بدرجة حرارة الغرفة لازم يكونوا علشان الكيكة بتاحتك تطلع مزبوطة ان شاء الله. هنحط كمان ايه نص كباية من الزيت. اهو. تمام? يبقى كده حطينا اربع بضات وحطينا نص كباية الزيت. هنعمل اي دلوقتي? هضيف بس الاول هديها ضربة خفيفة. وهبدأ اضيف كباية السكر على مرتين. واضرب لغاية لما الخليط يهش ويفوم معايا. وانرجع نشوفه ان شاء الله مع بعض ونشوف التكملة بتاعت الكيكة بتاعتنا. بصوا كده شايفين اديت ضربة اهو شايفين الخليط امتزج الزيت والبيض مع بعض ازاي? وادوني رغوة كده ايه? جميلة على وش الخليط بتاعي. هعمل ايه دلوقتي زي ما قلت لكم? السكر اهو. هحط نص الكباية بالشكل دوت. وهضرب برضو. وبعد كده هرجع اضرب تاني. ونرجع بعد ما اضرب بقى كباية السكر هرجع لكم نشوف هنكمل ايه? انا حطيت النص وهحط النص التاني وارجع لكم بعد كده. بصوا كده الخ دس انا مريكم بص ايه? القوان بتاعه. بصي. بصي. شايف القوان بتاعه بقى سميك ازاي معايا? تمام? هعمل ايه دلوقتي هحط كباية العصير بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي. تمام? كباية العصير كلها. وكمان هنزل بمعلقة البشر. كلها برضو. خلاص اهو. وهرجع اضربهم وهسيبهم هركنهم على الخلاط ديتين. ونشوف بقى ايه بقية المكونات. وايه دي ايه بتاعنا? وايه اللي هنحطه على الديه? وايه مكونين التانيين اللي انا قلتلكم. انه في مكونات اه هي اللي بتساعد على زبط الكيكا معاكي. بنحطهم بس في الاخر. هنشوفهم مع بعد. تابعيني الى اخر الفيديو علشان تستفدي اكتر ان شاء الله. وتطلع معاك كيكا مية مية. بصوا كده بقى تعالوا نشوف دي ايه بتاعنا. معايا هنا هحط عليه ايه? احنا قلنا تل هم مرتين تلاتة عادي دوت بيديك ايه هشاشة اكتر برضو للكيكا. اه هعمل ايه معايا كيس كامل? كيس كامل اللي هو التمنتاشر جرام دوت من خميرة الحلويات. هحطه كله على الكيكا بتاعتنا. تمام? يعني بكو كامل من خميرة الحلويات او التمنتاشر جرام. تمام? هتحطيه اي نوع بقى انت بتحبيه. طبعا احنا ما حطناش بانيليا. ليه? لان احنا معنا برطقان مش محتاجين. معنا ده اه البرطقان يعني مش محتاج اي حاجة تاني معاه وكم كمان اشر البرطقان. ما فيش مش هيخلي اي روايح معاك ان شاء الله. معايا كمان ايه تاني ده اول مكون انا اقول لكم عليه من المكونات اللي بتزبط معاك الكيكا اللي هو النشا. النشا يا جماعة اه خطير جدا بيدي نعومة وبيدي هشاشة. وكمان بيساعد ان القوام بتاع الكيكا بتاعتك ما يبقاش يعني بعد ما بتدخل الكيكا الفورن. وترفع معاك ان شاء الله بامر الله استحال ان هي تهبط منك تاني. ليه? بفعل النشا دوت. هو دوت اللي بيساعد على كده. معايا معلقة اتنين. يبقى معايا معلقتين من النشا. معلقتين من الكبار برضو المعلقة المعيرية اهي. معلقتين من النشا. تمام? هخلط بقى اولا طبعا في الاول قلت لكم انا حطيت زرة من الملح معالشة حطيتها قبل التصوير فمش مشكلة. يبقى انت عارفة تلات كبات دي ايه? زرة ملح. آآ بكو كامل من خميرة الحلويات. معلقتين من النشا. وهنقلب المكونات بتاعتنا كويس جدا. لازم تقليبة المكونات دي برضو عامل اساسي انك انت الكيكا بتاعتك. آآ ما تبقاش مثلا عالية من ناحية وهبطة من ناحية تانية. ليه? دوتنا ان مثلا بيبقى الباكينج باودر بتاعك متركز في ناحية. كمية من الدقيق انت ما قلبتهاش كويس. وكمية تانية ما فيهاش. فاللاحية اللي فيها الباكينج باودر بتعلى والناحية التانية بتاخد علوة اوه بس مش زي الناحية اللي بتبقى فيها التركيز اكتر. فعشان كده ندي تقليبة كويسة جدا جدا كده اهو. ليه ايه? للدقيق بتاعنا والمكونات الجافة. خلاص هجيب بقى الخلاط بتاعي. ونحط الحاجات السيلة بتاعي. بص الخليط بتاعي اهو شايفين? بصوا بسم الله مشا الله هنتصب دلوقتي الخليط كده. آآ يعني مراتين تلاتة ما تنزليش بالخليط كله مرة واحدة عشان الدقيق ما يكتلش منك. تمام? بسم الله الرحمن الرحيم. تمام? وهنقلب. بالراحة. كده كده على طول لحد ما ايه? تلاقي نفسك. حصلتي على العجين السيل بتاع الكيكا بتاعتنا. تعالوا بقى بصوا بعد ما خلصنا شايفين? بس اوريكم الاول الكيكا بتاعتنا. بصوا بعد ما قلبت السويل السيلة المواد السيلة على الجافة بصوا. شايفين الخليط? شايفين عمل ازاي? جميل جدا. ما تقلبيش كتير يا دوب بس تختلط معاكي الدقيق مع المكونات السيلة وتوقفي على طول. مش لازم قلب قلب هتضيعي كل الضرب اللي احنا ضربناه في الخلط. آآ بقى ايه اخر بقى مكونين معايا اللي هما حاجة كده ايه سهلة وبسيطة بس برضو بتديك زبطة للكيكاية في الاخر. جربيها وصدقيني اللي تابع معايا الفيديو لحد دلوقتي. آآ وتابعت وشفت الخطوة دي هتستفادي كتير غير اللي بيدخل مثلا الفيديو خلاص ودي اتين تلاتة وآه ودي عارفنا وكده ويخرج. لا اصدقيني اللي كنتي لما بتوصلي الفيديو للاخر. اكيد تبقى فيه معلومات برضو بتضاف بتستفادي منها اكتر واكتر ان شاء الله. آآ ايه هي بقى الحكاية ديت معلقة الخل بتاعتي. بصي اهو. معلقة كبيرة من الخل. انا بحب اضيفها دايما. مش مع البيت زي ما في بعض الناس بتضيف. انا بحب اضيفها كده في الاخر. بتديها شاشة وبتدي قوام هتشوفوا دلوقتي خطير. وايه كمان معايا? معايا رشة صغيرة على معلقة الخل من ايه? من الفروتي بتاع الفروتي برطقان اهو. او آآ بودرة البرطقان. اي نوع بودرة برطقان برضو عندك. مفيش مشاكل. تمام? بس انا ايه اللي هو فروتي اهو. خلاص عندك كيس. فحب حطيت منه. بحب بحطها. بتدي لون. بتغير لون الكيكة خالص. تمام? وبتدي برضو ايه فوران كده زي اللي هو انت بتحطي السيفن او الحاجات المياه الغازية ديت على الكيكة في الاخر. بص بصي. شايف اللون اتغير زي لما حطينا رشة الفروتي ديت البرطقان. وكمان من الخل بصي قوام الكيكة اختلف تماما يا جماعة والله. هتلاحظيها بنفسك وانت شغالة. لما تشوفي كده الكيكاية بتاحتك السمك بتاعها. بصي ما شاء الله بصي. خطير. هوره لكم دلوقتي بس كده بالسباتيولة. بس ادربها كلها في بعضها كويس. عشان زي ما قلنا اهم حاجة انك ايه تخليطي المكونات. حاجة بسيطة كده اهو. بس كده. بالشكل دوت خلاص هنستغنى بقى عن المضرب بتاعنا. ونجيب الصينية. وطبعا هكمل بقية الفيديو معاكم ونشوف التسويات زي. تعالوا بقى ايه نحط الكيكة بتاعتنا طبعا احنا مجهزة الصينية بتاعتي ونبطناها بالسمنة زي ما انت شايفك كده عاوزة اديها رش ادي ايه? ما فيش مشاكل بس انا ما بحبش بصراحة طالما مبطنا الكيكة للصينية بتاعتي بالسمنة او بالزبدة كويس جدا خلاص الحمد والله ان شاء الله تضمن ان هي ما تلزقش معك بامر الله. اه طبعا انا مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة مية وتمانين. هتشغليه مدة عشر دقيقة يعني من اول ما تبدأ تشتغلي في الكيكة. تمام? ولغاية لما يزخن. هندخل الكيكة تعالوا نشوف الاول الطوام بتاعنا. بصوا بسم الله. بصي شايفة الكيك هي نزلة ازاي وحبها? ما شاء الله. بصي اهو. شايفة? شايفة القوان? بصي. جميلة. ما شاء الله حتى ريحتها خطيرة والله ما اقول لكوش على ريحت البرطقان. وقشر البرطقان اللي احنا حطينه. نخلي ريحة بتاعتها ايه? نفحفحها. مبالك بقى لسه لما تدخل الفرن. يا خاروشي يا خاروشي على الجميع. تمام كده? وما شاء الله. خلاص? هعمل اي دي الوقتي. هدخلها ديها بس ايه? خبطة كده واحدة بس كده خفيفة. خلاص كد هدخلها الفرن على الراف الوسطاني. اه من من تلاتين لخمسة وتلاتين دقيقة. تمام? لمدة نص ساعة زي ما قلت كده تلاتين لخمسة وتلاتين. مش هتفتحي عليها غير بعد نص ساعة. هتدخلي خلة. لو لقتيها استوت معاك. يبقى خلاص. هتطفي الفرن. وهتسيبيها على الفرن برضو على الراف مدة خمس دقايق. وما تطلعهاش للهواء على طول عشان ما ترجعش تهبط منك. اه لو لقتيها لسه ما استوتش برضو هتسيبيها الخمس دقايق. وتروحي طفي عليها ان شاء الله هتبقى مزبوطة معاك مية مية. وهتاخد لون من تحت ومن فوق. هندخلها الفرن ونرجع نشوف الكيكاية بتاعتنا ونقطعها ونشوف الكلام كله اللي احنا قلناها مزبوط. ولا في حاجة انية. استنون. الكيكاية بتاعتنا هيت بعد ما طلعناها زي ما انتم شوفين. طبعا انا سبتها هدية حبة. تمام? بصوا. ما شاء الله. هوريكم دلوقتي الطروة. انا مرضيتش هفضيها من الصينية. الا لما اوريها لكم. تمام? هفضيها دلوقتي على طبق ونقطعها مع بعض ون نشوف شكل الكيكاية بتاعتنا. بصوا كده الكيكاية بتاعتنا هي اطلعناها. شوفي انا عملت ايه بس كده اديتها آآ رشة خفيفة كده هوت من آآ جز الهند عليها. طبعا زي ما قلنا ان العين بتاكل قبل البقر. تمام? ولازم كده تزيني. حتى لو انتي عاملها كيكة شاي بسيطة كيكة بالبرتقان كده هوت لشرب الشاي في البيت. آآ فلازم تجمليها وتديها منظر جميل كده وانتي بتقدميها لأهل بيتك. حاجة سهلة وبسيطة. تمام? تعالي بقى نقطع الكيكاية بتاعتنا ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الترواة شايفين? شايفينك الكيكاية عاملة ازاي؟ بصي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. شايفين ماشاء الله. الله مصلي عن نبي شايفين ماشاء الله. شايفين بقى الكيكاية بتاعتنا وجمالها الله الله الله. حاجة ايه خطيرة صح? جميلة والله العظيم. وايه راحتها بقى ما قولكمش كانت ايه? بصوا بقى تعالوا كده نشوف مع بعض. بصي. بصي. بصي التروى. شايفة? شايفة الكيكاية عاملة زي? جميلة جدا بص التسوية بتاعتها من فوق ومن تحت شايفة اهي كيكا جميلة جدا كيكة الشاي بتاعتنا خطيرة اهو بصوا كده قلبها كيكة برطقان زريفة جدا في موسم البرطقان دوت سهلة وبسيطة وكمان مغزية جميلة جدا اتمنى انه كنتوا تعملوها وتجربوها لأولادكم وتشوفوا آآ الطعم والحلاوة بقى وتتبعي الطريقة اللي انا قلتلك عليها ان شاء الله هتطلع معاك الكيكاية جميلة جدا مفيش احسن من كده يلا بقى كده اه زي ما قلتلك اتبعي الخطوات واتبعي الطريقة بتاعتي اه ان شاء الله هتوصلي بالكيكا لمرحلة اللي انا وصلت ليها وان شاء الله احسن كمان من كده شايفين واللون بتاعها ما شاء الله بالسر اللي انا قلتلك عليه اللي هو حبة الفروتي برضو اللي في الاخر ديت وكل خطوة وكل التركة انا قلتلك عليها في الفيديو اتبعيها هتوصلي للسمك دوت من الكيكا والعلو دوت وقل هشاشان الجميل اللي انت شايفة دوت نص شايفة ما شاء الله اتمنى بقى منك لايك وشير وسبسكرايب بفضلا طبعا وليس امرا بحبكم في الله واسبكم في رعاية الله وحفظه وقول لكم سلام عليكم